يسعد أوقاتكم يا شباب كيفكم شو أخباركم إن شاء الله تكونوا بألف خير قبل ما نبدأ بالفيديو مثل كل مرة بحب أشكركم من كل قلبي على دعمكم الكبير إلي عم سجل هاد الفيديو وقناتنا قربت من 6000 مشترك صحيح الرقم يمكن مو كبير بالنسبة لناس كتير بس مالكم متصورين قديه هو إنجاز كبير بالنسبة إلي وحجم فرحتي بمعرفتي بكل شخص فيكم تعليقاتكم الرائعة ما بتتخيله قدي عم تترك أثر فيني وقدي عم حب إني أقدم أكتر وأكتر إن شاء الله كون دائما حسن ظنكم إذا كنت أول مرة عم تتابعني بحب عرفك عن نفسي أنا اسمي محمد شغوف جدا بمجال العملات الرقمية ومؤمن إن هذا المجال في لسه كثير أشياء لا اكتشفها إذا حابب تكتشفها معي بتمنى أنك تشترك بالقناة لحتى تكبر عائلتنا أكتر من فترة كنت طمعان فيكم توصلوني لألف مشترك وهلأ ما لي مصدق إني عم أقول هذا الكلام بس عن جد أنا طمعان توصلوني للعشرة آلاف منقدر؟ يلا خلونا نبدأ بالفيديو اليوم رح جاوب على كل الأسئلة المتعلقة بإخبار البول الخاص بعملة تتشية ملاحظة لحتى تفوت بالبول رح ينطلب منك جزء من عملة تتشية إذا ما كنت بتملك أي شي من العملة في نهاية الفيديو في طريقة للحصول على 100 جزء من هاي العملة بتخليك تفوت بالبول الأول وتتنقل بين 99 بول ثاني لأنه كل نقل بين بول وثاني رح تحتاج جزء من هاي العملة فرح علمك بآخر الفيديو كيف تاخد 100 جزء من هاي العملة لتفهم أكتر بنصحك تكمل الفيديو للنهاية بالنسبة للناس الجدادي اللي عم تشوف الفيديو أول مرة أنا عملت سلسلة فيديوهات عن عملة تتشية شرحت فيها مشروع عملة وطريقة تنزيل برنامج وكيف تبدأ تعدين أو خلونا المصطلح الأصح هو زراعة عملة تتشية عبر الهارت فيك تشوف كل الفيديوهات من خلال الرابط الموجود بالوصف وإذا عندك أي استفسار تفضل على قناتنا على التليجرام أو اكتب لي تعليق تحت هذا الفيديو وأكيد رح جاوبك بالنسبة لأخبار البول شباب مثل ما بتعرفوا المفروض أنه البول كان يتم إطلاقه ب17 الشهر وأنا حكيت لكم هالشي بالفيديوهات الماضية وكان كلامي نقلا عن برام كوهين مؤسس العملة لكن هو قبل يوم 17 نشر على تويتر أنه رح يتم تأخير إطلاق بروتوكول البول لنهاية الشهر أو قبله بس ما حدد أي يوم بالضبط حاليا رح جاوب على معظم الأسئلة الشاععة بخصوص البول وحتى رح أحكي لكم شروط دواحد فيكم بيعمل البول الخاص فيه ويربح منه وبعد هذا الفيديو ما رح تحتاجوا تعرفوا أي شي بيخص البول بإثن الله متى سيتم إصدار بروتوكول البول الرسمي لعمدة تشيا مثل ما بتعرفوا شباب مثل ما حكيت لكم من شوي أنه سيتم إصدار الكود المرجع للبول بحلول نهاية شهر مايو 2021 بعد هذا الشي المشغلين للبول أو صحاب البول رح يحتاجوا شوية وقت لحتى ينسقوا العمليات أنه كيف رح تتم حساب أنه كل شخص قديش مشارك وعملية جمع الأرباح كل على محفظة البول وتوزيع التشيا بالتساوي على كل المشاركين بحسب بحسب كل واحد قدي القدرة اللي هو مشارك فيها بالنسبة لغير المطورين أنه الكود المرجعي هو مجرد مرجع لاستخدامه لما تعمل البول الخاص فيك هو ما له حل جاهز يعني أي واحد يقدر يجيب الكود وخلاص يحطه وأنا خلاص صار عندي البول هو الأساس أنت هذا رح تستخدمه بالأساس لحتى تبني البول تبعك فإذا كنت ملك مطور فأنت بتحتاج لمهارات معينة لحتى تقدر تعمل البول الخاص فيك ورح نحكي هذا الشي بالكلام قدام هل سأحتاج لإعادة البلوت مرة أخرى لإستخدامه ببروتوكول البول الرسمي نعم أي شخص بدي يفوت على البول الجديد رح يضطر أنه يعمل بلوت جديد اسمه K32 Portable Plots يلي هنن هدول البلوت المحمولة هيك اسمهم يسمح لك البلوت الجديد بالتبديل بين البولز المختلفة والزراعة الفردية بس الفكرة أنه إذا بدك تتنقل مثلا من هذا البول بدك تنتقل عبول جديد رح تحتاج أنك تستنى حوالي 30 دقيقة أو وقت هو أنت رح توافق عليه لما تشارك بالبول هو رح يكون كل البول فيه له قواعد يعني البول هو اللي بيحددها وإنت لك الحق أنك توافق عليها أو لا عند كل تغيير بين البولز المختلفة رح تحتاج رح تكون بحاجة لعملية تحويل موثقة بعقد ذكي على البلوكتشين وهذا العقد الذكي اللي رح يحتاج جزء من عملة تشيا كرمال أنه يتم إدراجة على البلوكتشين وذي رح أحكي لكم كيف تحصلوا على أجزاء العملة لحتى تقدروا تعملوا هاي العقود مشان أنتو تثبتوا أنكم دخلتوا على البول أو تثبتوا أنكم بدكم تنتقلوا من البول وبالنسبة يا شباب لموضوع حانين هون حاكين عنه أنه مننصح باستبدال البلوت الحالية أول بأول يعني الناس اللي عنده هلأ حاليا بلوته عم تعمل على السولو ما تروح تحذف كل الهارد تبعها تفضي وترجع تبدأ من أول وجديد لا فيك أنت تحذف أول بأول مثلا تحذف واحد تيرا وتعمل البلوت عشرة تيرا وتخليهم البلوتس اللي الموجودين تخليهم عم يعملوا حصاد على السولو وهيك لحد ما تخلص عملية البلوتس كلها بحيث أنه أنت يضل عندك فرصة أنك تقدر ممكن تربح يعني ممكن أنت بهذا الوقت بفرض أنت عندك ميت تيرا وهدول الميت تيرا أنت مثلا بتعمل البلوت كل يوم واحد تيرا فأنت محتاج ميت يوم لحتى ترجع تعمل البلوت تبعك مرة تانية لهذا السبب أنت كل يوم أحذف واحد تيرا وحط بدالهم واحد تيرا من البلوت الجديد ما لك مضطرت أحذف الميت تيرا كلهم وتضيع لحالك فرصة ممكن أنت خلال هالميت يوم مثلا أنك ممكن تربح اثنين من عملتك شيئا على السولو فيفضل وهذه النصيحة اللي هنا الناصحين وهي كثير فكرة حلوة أنه أنت ما لك مضطرت أحذف كل البلوتس تبعك يعني الناس اللي هلأ بدأت من فترة خليكم مثل ما أنتوا بس ينزل البلوت الجديد بتصيروا بتحسفوا شوي وبتخلوا مساحة على قد البلوتس الجداد اللي عم ينعملوا تمام؟ انتبهوا لهي النقطة كثير مني هاي النقطة كثير مهمة السؤال اللي بعده هل سأحتاج إلى دفع تشيا مقابل التبدين بين البولز المختلفة؟ نعم رح تطلب منك واحد موجو هذا الموجو هو جزء جدا بسيط من تشيا واحد على تريليون من عملة تشيا لحتى تبدل بين البول والتاني بتم استخدام الموجو لإجراء معاملة تبديل البول باستخدام عقد ذكي على شبكة البلوكتشين مثل ما حكيت لكم منه شوي هي اللي ما عنده أي جزء من عملة تشيا رح تقدر تحصل على 100 موجو مجانة من خلال موقع صنبور عملة تشيا هذا الرابط تبعه رح أطلكم الرابط بالوصف ورح أحكي لكم كيف تحصلوا على 100 جزء عن طريق بس أنك تحط رابط محفظتك ورح أوضح لكم هذا الشي بنهاية الباديل هل أستطيع إنشاء البلوكت الجديد والاحتفاظ بالبلوكت القديم وأقوم بحصاد الاثنين بنفس الوقت؟ نعم البرنامج رح يدعم البلوكت القديم والبلوكت الجديد على نفس الجهاز بدون أي مشكلة ما رح تضطر أنه مثلا أنه هذا الجهاز اللي عندي أنه حط بلوكت جديد كرمال أنه خلص خصص هذا الجهاز البلوكت الجديد والبلوكت القديم خليهم على جهاز تاني لا أنت على نفس إصدار جهازك نفس البلوكت فيك نفس البلوكت تعمل لهم حصاد سواء بلوكت قديم أو بلوكت جديد السؤال اللي بعده هل أستطيع إنشاء البول الخاص به مثل ما لكم شايفين شباب إذا كانت لديك الخبرة في كتابة رمز سيرفر البول لأي عملة ثانية فأنت رح تقدر تضبط الكود المرجعي أو الريفرنس كود تبع عملة تشيا مع الكود المرجعي تبع البول تبعك ورح يتم هذا الشي بشكل مباشر بس فيك فكرة كتير مهمة أننا بنبهين عليها أنه هن عم يوصوا الناس يلي عندهم خبرة بهذا الموضوع اللي أصلا عندهم بول حاليا وعم يشتغلوا عليه ومأمنينه وعملين له حماية مضبوطة لأنه رح يتم استهداف كل البولز الجديدة اللي رح تطلع من قبل الهاكرز لأنه مثل ما بتعرفوا عملية الربح رح تكون بالبداية إن شاء الله كتير كبيرة لهذا السبب ما بنصح أي شخص ما عنده الخبرة البرمجية الكافية لتشغيل البول أنه يعمل هذا الشي بشكل بداي لأنه لازم يكون مؤمن مية بالمية لحتى ما يتم استهداف البول تبعك من قبل الهاكر أو أي شخص وأنت هيك رح تفقت كل شغلك ورح تفقت ثقة الناس فيك لهذا السبب يعني يفضل أنه تعملوا بحث أكبر عن الموضوع وإذا حابين أنا كمان نزلكم معلومات تقنية أكتر عن الموضوع كتبوا لي بالوصف وأنا إن شاء الله إذا لقيت فيه إقبال على الموضوع رح أعمل عنه فيديوهات السؤال اللي بعده أين أستطيع إيجاد قائمة البولز الرسمية لعملت تشيا؟ هذا الموقع رحط لكم يا هلا كمان بالوصف من خلاله فيكم تشوفوا كل البولز الرسمية اللي قدمت على عملة تشيا وفيكم أنتوا تختاروا بكرة لما يطلع البول تختاروا البول اللي بناسبكم على حسب الشروط لكل البول اللي حيقدمه بالنسبة لأسئلة البول شباب في لسة تفاصيل تقنية كتير فيني أحكي لكم عننا في فيديو مستقل للناس اللي حابة تبدأ هايك مشروع أو حابة تطلع أكثر اكتبوا لي بالتعليقات إذا حابين اشرح أكثر بتفاصيل تقنية أكثر عن هذا الموضوع وهلأ رح وارجيكم الموقع الرسمي يلي رح تقدروا تاخدوا منه الميت موجو اللي هتاخدوهم كرمال تفوتوا على البول أو تتنقلوا بين البول ومثل ما لكم شايفين شباب هون بتحطوا رابط المحفظة تبع عملة تشيا الخاص فيكم يلي هو أنتوا بتاخدوه من برنامج تشيا وبس بكبسة زر العملية بتتم وبينتقلوا تشيا هدول الميت جزء لما حفظتك واللي هنا رح تحتاجهم بعملية الدخول للبول أو التنقل بين البول وهيك شباب بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى أنه يكون الفيديو نال إعجابكم ويسعد لي أوقاتكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله